النهاردة الميتب 110 المفروض هنتكلم عن الميتجابوينج والزاي انا اكون ميتجابوير بما يتناسب مع الموركت يعني المفروض مش هنتكلم في كلام عام وكلام مفتوح وكلام المفروض ان هو عن اجزاء جوة تيكنيكل وهكذا انا عايز اكون ميتجابوير وكون حد شاطر واعرف الكلام ده من حد هو شغال او ناس شغالة في المجال ويقولولي انا عشان اكون ميتجابوير المفروض ابقى شاطر في ايه ايه الحاجات اللي انا المفروضة اتعلمها الحاجات المفروضة اخلي بالي منها طب تعاملاتي مع الموركت هيكون عامل ازاي لو انا فري لونشر او انا شغال في شركة طيب اه تعاملاتي مع التخصصات المختلفة هتكون عاملة ازاي وانا المفروض اكتب كونتنت طب هو انا المفروض اه اتعامل مع بتاع الاسي او طيب لو بتاع الاسي او مش موجود هعمل ايه طيب هو اصلا مهم بالنسبة لي طيب الويب ديفوليبر موقعه ايه بالنسبة لي هل حد مناسب ولا لا او حد مهم ولا لا طب انا ممكن اكوفر لمن فيهم انا المفروض اكوفر لحد معين ولا المفروض ان انا مش هكوفر لحد كل واحد بيشيل شغله وعلى حسب انا المفروض اعمل ايه طب الحاجات المكملة للشغل بتاعي انا دلوقتي المفروض عندي حاجات مكملة وحاجات اساسية ايه الحاجات الاساسية المفروض تكون متوفرة فيها والحاجات اللي مش اساسية المفروض بالنسبة لي موجودة او مش موجودة لا طيب الجزء بتاع الانيرفيو لو انا في انيرفيو ايه اللي بيحصل فيه يعني الشركات بشكل عام كانيرفيو بتبص على ايه والحاجات الاساسية اللي هي بتخلي بالها منها وبيتفوكس عليها اوي طيب ايه الفرق ما بين التخصص كميديا باير في جزء الريال ستيت والتخصص اللي من غير الريال ستيت او ايه كوميرس انا ليه الناس بتطلب حد متخصص ميديا باير ايه كوميرس او حد متخصص ميديا باير ريال ستيت ايه الفرق ما بين ده وما بين ده هنتكلم في كل الأجزاء دي وهنحاول نرم كل الأمور اللي فيها ونشوف الحاجات اللي احنا محتاجين نتراك عليها والحاجات اللي ممكن نعملها اسكيب ونعديها وبعد ما نشرح الكلام ده كله كالعادة هنبتدي نفتح المايك ونبتدي نديسكوس كل حاجة احنا محتاجين نتناقش فيها وكل الأمور اللي احنا محتاجين نشتغل عليها كان كالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكال على كيس كده والكيس دي انا كنت فيها غلط وبعد كده فهمت فلما فهمت لأ عرفت ان طبيعة ده طبيعة المجال فاول ما بدأت كاميديا بوير اشتغلت مع ايجنسي ومساكة الاكاونتز بتاعتها ايجنسي دي ما كانتش شغالة لمصر كانت شغالة لدول مختلفة وكانت طبيعة الشغل ان انا برون الادز وابن الستراتيجي وما الاخره وكان بداية المجال بالنسبة لي وكانت يعني بداية مجالي في الميديا بوير او كميديا بوير بعد ما بدأت في الاول بدأت اجهز الكلام بتاعتي واجهز الستراتيجي اللي هلعب عليها طبعا الدينة ما كانتش مفتوحة زي دلوقتي ما كانش فيه كل البروسيس دلوقتي ولا الجزء بتاع الليرنينج اللي احنا مفتوح بالنسبة لنا من اي مكان دلوقتي وهكذا كان اه مطلوب مني ان انا افول اوب دايما دايما على الكمبيني وانا كنت لأ انا خلاص خلصت شغل فبالنسباني انا مش هعمل فوله على الكمبيني انا شغلت الكمبيني وبعد كده هبقى اشوف الجزء بتاعها ايه فيما بعد والتفاصيل بتاعتها ايه فيما بعد بعد كده حصل مشاكل مبيني وما بين الاجنسي وانا المفروض اعمل فول اوب بشكل دايم على الكمبينز اه وي اشوف التفاصيل اللي فيها وابتدي احسن فيها على مطار اربعة وعشرين ساعة فساعتها قلت لا انا مش هشتغل على ده انا المفروض ان انا لما هشتغل على الجزء بتاع انا خلصت شغل خلاص بالنسبة لي الامور آآ خلصت بس دا كان غلط وايه ساعتها رحت وايه قلت لهم لأ اخدوا آآ شغلوكو وانا مش هشتغل معاكو وايه طبيعة الشغل بتاعتكو دي مش هتنفعني وانا مش هفضل متابع معاكو اربعة وعشرين ساعة انا عندي آآ شغل تاني وعندي امور تانية لازم اعملها لكن دا كان غلط الصح انت كماتيا بوير هل بتتابع اربعة وشرين ساعة او بتتابع اربعة وعشرين ساعة طيب هل المفروض ان انا اتابع الكمبيين وبص عليها كل شوية او لا اتaug fountain وتبص عليها كل شوية لو انت شغال حتى كمان بمبالك يعني لو انت اشغال بمبالك لأ لازم تبص عليها لان دي طبيعة شغل الميتيت تختلف عن طبيعة شغل بتاع الا سي او او بتاع الكنتن في اي وقت اي تخصص انت هتقدر ان انت توقف وتقدر تكمل. يعني انا بكتب كونتنت انا ممكن خلاص انا وقفت ورجع بعد كده ابقى اكمل تاني بكرة ولا بعض ولا في اي يوم ولو ما كملتش انا بالنسبة لي ما عنديش اي مشكلة ممكن ما كملش. انما كاملتجا باير منفعش تران الايد وتسيبه يسحب فلوس وتمشي. لا اهو هي دي فلوس ناس. فمش هينفع ان انت تسيبها وتسحب مع نفسها سواء بالايجابي او السلبي وخلاص. فانت طبيعة كاملتجا باير المفروض انت شغلت الكامبين بتعمل متابعة اربعة وعشرين ساعة على الكامبين دي. طيب المتابعة الاربعة وعشرين ساعة بالنسبة لي او انا لما بتابع الكامبين لمدة اربعة وعشرين ساعة حال كل شوية مفروض ما ادخل اعمل ايديت وهكذا لا. انت بتفولو اوب على امور معينة. بتعمل فولو اوب على امور اساسية. طيب الامور الاساسية دي بالنسبة لي ممكن تكون ايه? ممكن تكون الميزانية نفسها. تمام? انا بعمل فول أب على الميزانية أنا حطيت فلوس للناس فالمفروض أن أنا أتابع الميزانية بتتصرف صح ولا غلط الميزانية كلها تصرفت ولا فيه تاني ممكن أكون بدل ما حط خمسين دولار حطيت خمسمائة دولار ممكن أكون بدل ما عملت عشرين دولار عملت ميتين دولار وهكذا فأنت لازم أن تعمل فول أب وتشوف معدل الميزانية ماشي بشكل مزبوط ولا معدل السحب بالنسبة لك هو حاجة مش مزبوطة بالنسبة لك محتاج أن أنت تنصكها لا الصرف ماشي مزبوط والصرف مش ماشي مزبوط وهكذا طب ممكن تكون بتعمل ايه تاني على تمام يعني ايه هنا احنا بنتكلم على طبيعة العميل اللي الجاي من الكمبين هل العميل اللي جاي من الكمبين ده عميل فعلا هو بتاع الكمبين صح وهو اللي المفروض بيشتري وهو المفروض يعني لو انا مش عغل واتساب ماسجز فبتدي افول اوب مع او افول اوب مع الواتساب هل العميل اللي بيجي ده فعلا عميل فعلا هيشتري ولا لا او انا بالنسبة ل المعدل البيج لايك ماشي بحق في شكل مزبوط ولا او هكذا فالامور دي بالنسبة لي لازم انا اكون اخلي بالي منها وعرفها وماشي مع طبيعة المجال او متماشي مع طبيعة الفول اوب بتاع الشهر بتاعتي طيب حاجة كمان سيكوريتي هنا بتحمل حاجات 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 مهمة جدا يعني ايه حاجات مهمة حاجات ان انا دايما بفروله على الاكاونت ان ما فيش حصل عليك ما نمتش وسحية الصبح لقيته ضاية وهكذا طب الحاجات دي مع الوقت اتحسنت او الحاجات دي مع الوقت اتحسنت بقى الموضوع في حاجة بنقول عليها سكريبت بنبتدي نزبط السكريبت ده جوا الاكاونت بحيس ان لو عدى بوضجت معينة ابتدي ان انا ابص عليها الكاستمر بتفيدباك لما بيكون في حاجة فيه مودريشن بيرود فبنسباني بيقول لي لو في اي حاجة هو بيديني الالورم من عنده الجزء بتاع السكريبت انا دايما بفروله على حتة السكريبت بس انا بقيت اقام من نفسي ببيزنس اكاونت بايميل مزبوطة وهكذا تمام فلكن في كل احوال احنا طبيعة المجال بتحتاج مننا فول اوب فانا لو هشتغلك في الميديابوينج او انا شغال الميديابوير انا حتة الفول اوب دي بالنسبة لنا هي حاجة اه حاجة اساسية حاجة اه ملهاش ملهاش بديل لا انت لازم بتعمل فول اوب وحتة الفول اوب بالنسبة لك بتكون مهمة مش بس انت بتستورت او بتشتغل وخلاص انت بس تشغال وبالنسبة لك اه الامور استيبل فانا اعملت run للاد ومن طبيعة ال run بتاعت الاد بالنسبة للامور بقت تمام وخلاص على كده لا خالص انت المفروض بتعمل دايما دايما بتعمل فول اوب طيب اه ده طبيعة المجال او ده طبيعة الشغل بتاع المجال طيب ايه الحاجات اللي انا المفروض اكون عارفها تمام الحاجات اللي انا المفروض اكون عارفها علشان اكون داخل المجال بشكل اه مباشر تمام اه الاجزاء اللي انا المفروض اكون عارفها هي اول حاجة مجال او الادوات الاساسية في الاعلانات تمام يعني ايه الادوات الاساسية في الاعلانات او الاجزاء الاساسية في الاعلانات بتاعتي انا عندي اساسيات في شغل الاعلانات الاساسيات دي عبرها عن ايه او انا بشتغل عن ايه الموقع الحسابات الاعلانية الحسابات الشخصية ادوات التحليل السؤال اللي هي علاقة بالداتا انالاتيكس والجوجل تاج مانيجر وجوجل اكاونت جوجل داتا ستوديو وجوجل انالاتيكس والامور دي كلها تمام انا في حاجات اساسية لازم نكون عارفها الويب سايت لازم نكون فاهم اجزاء في الويب سايت يعني ايه وورد بريس يعني ايه التاجز يعني ايه اقدر ان انا ادخل على الويب سايت وابتدي اشوف الداشبورد بتاعته يعني انا لو عندي ويب سايت ومحتاج ان انا اشغل في الويب سايت وابتدي احط فيه تاجز زي كده انا عندي ويب سايت ومفروض ان انا ادخل فيه التاجز بتاعت جوجل تاج مانيجر علشان انا لما هعمل ده المفروض ان انا همشي واعمل تراكنج على الويب سايت ففي الحالة دي انا اعمل ايه لازم ان اكون فاهم طبيعة الداشبورد بالنسبالي بتكون اعملها لزاي انا لو عندي داشبورد ايه الاجزاء اللي انا المفروض هشتغل عليها ايه التولز المفروض ان انا اكون فاهمها جوا الويب سايت وبالتالي اقدر ان انا محتاجش الويب ديفوليبر وان انا حتى لو احتاجت الويب ديفوليبر مايبقاش بالنسبالي الويب ديفوليبر هو حد لو هو عطل انا بالنسبالي انا عطلان او لو هو مش موجود انا بالنسبالي مش موجود او انا بالنسبالي الامور عندي هتوقف او الامور عندي مش هتكون مزبوطة ازاي ان انا افهم طبيعة البلوجنز يعني اضيف بلوجنز اصلا وطبيعة البلوجنز هتكون مشيل زاي وازاي ان انا افهم الامور بتاعت الويب سايت بشكل كامل ازاي ان انا اقدر اضيف كونتنت على الويب سايت لو انا عندي معدل او انا شغال في الاي كوميرس ازاي اضيف منتج وازاي اشيل المنتج ازاي ان انا احط اسعار في المنتج وازاي ان انا اشيل اسعار من على المنتج ازاي انا اراجع الريفيو بتاع او الريفيو بتاع العملة وازاي ان انا اشيل الريفيو بتاع العملة وهكذا تمام فمالحاجات الاساسية ان انا اعرف امنج الويب سايت ان انا ادير الويب سايت ان انا اكون فاهم يعني ايه ويبسايت وازاي ان انا اعرف اتحكم في الويبسايت بتاعي بشكل كويس يعني ايه او 가격 ازاي ان انا اضيف سلوج وزاي ان انا اشيل سلوج لو انا عندي كنتنت ازاي ان انا اخد اللينك بتاعه علشان ابتدأ اشتغل به ازاي ان اخد الكود بتاع الают card وهكذا تمام فدي كلها حاجات اساسية لازمن اكون انا على علم بيها وفاهمها وعارف ان انا اشتغل عليها وان انا قادرها بشكل كويس لو انا مثلا عندي تاجز معينة محتاج ان انا اخدها انا مش بيكون مطلوب منك ان انت تاخد اكواد او تاخد كود من الويبسايت هيبقى مطلوب منك ان انت تعرف يعني ايه الكود ده وازاي ان انت تقدر تجيب كود من ويبسايت عشان تضيفه وتشتغل عليه او ان انت ترحل الكود بتاع الويبسايت لمسلا جوجل تاج مانجر او لاي حاجة فهنقول كده توتلي ان انت تبقى فاهم كويس جدا جدا يعني ايه تمام تكون فاهم خلينا نقول برضو اذا انجلش بحيث الناس اه في حاجات بتبقى ما تنفعش عربي تمام ازاي ان انا قادر ادير ازاي ان انا قادر ادير الويبسايت وان انا اشتغل على الويبسايت ان انا قادر ادير الويبسايت اقدر اشتغل على الانالتكس بتاعته وقدر ان انا اشتغل على داتا بتاعته وهكزا طيب الجزء التاني قلنا الاكاونس هنا احنا بنتكلم في ايه بتكلم في ان انا اقدر ادير الاكاونت والحسابات الاعلانية بتاعتي. واكون فاهم يعني انه حساب اعلاني. اصلا يعني ايه الداتا بتاعتي. طيب كل الناس كل الناس. بتكون عارفة يعني ايه اصلا اه حساب اعلاني. يعني انا مثلا حد من الناس اه انا اعارف ان الحساب الاعلان فيه ناس على فكرة ايه ايه لقيتها بتطلبك ما بين الاد الاكاونت وبالبيزنس اكاونت وما بين الا rattشب的 alleviation والامور دي كلها. بس خلينا نقول نقول احنا هنا نقول اه مثلا اكاونت. احنا كل ده نتكلم في الاساسيات. يعني الحاجات الاساسية اللي اه ما ينفعش ان انت تتغنى عنها او ما ينفعش ان انت اه ما تبقاش عارفة. تمام? يعني ايه الادز اكاونت? يعني انا المفروض اكون فاهم الادز اكاونت وطبيعة الادز اكاونت والمفروض ايه التفاصيل بتاعت الداشبورد? تمام? كنا كده اقول لك مثلا على اه طبيعة اه سوبر متريكس. تمام? المفروض ان انا اكون فاهم اه طبيعة الاكاونت وازاي اه ان انا اقدر اقرأ الاكاونت الجوه الاكاونت نفسها. الاكاونت ده ازاي ان انا ابتدي ان انا اشتغل عليه وان انا اعرفه بشكل كويس ويه الاكاونت اللي موجودة فيه والماتريكس اللي موجودة جوه الاكاونت. اي حد يقدر ان هو يعمل اهلان. اي حد يقدر ان هو يخش ويعمل اد ويشتغل على الاعلانات ويشوف الديتيلز بتاعتها والاكاونت ده شغال او مش شغال وهكذا. تمام? طيب فيه ويبسايت انا هسيبه لك فيه الماتريكس بتاعت فيه الماتريكس بتاعت الادز تمام? فيه الماتريكس بتاعت الادز وازاي ان انت تكون فاهم الادز نفسها والديتيلز بتاعت الادز والتفاصيل بتاعت الادز نفسها عاملة ازاي? تمام? ازاي ان احنا اه ندخل على الماتريكس ونفهم الماتريكس دي عاملة ازاي وتفاصيل الماتريكس نفسها وهكذا. تمام? خلينا نقول اه هديك التفاصيل متريكس. تمام? وازاي ان انا اشوف الاكاونت والتفاصيل بتاعت الاكاونت وهكذا. هتبقة محتاج ان انت تكره الارقوم. الارقوم اللي موجودة جوه الويب سايت. الارقوم اللي موجودة جوه الادز عشان ا pegar افهم الويب سايت. والتفاصيل بتاعت الماتريكس دي عاملة ازاي والديتيلز بتاعتها وازاي ان انا اقدر اقرأ الارقوم دي. واا اقدر ان احللها بشكل كبير. واقدر ان انا ادخل عليها واشوفها والديتيلز دي كلها. هو الويب سايم طبعين بس انا هسيبه لك هتلاقي فيه metrix والمفوض يديني كل بتاعت الداشبورد. فعمتا ان انا ازاي ادخل على الويبسايت. واي افهم وسائل بتاعته وازاي ان انا كمان ادخل على الجزء بتاع الاكاون والداشبورد بتاعتها. وافهم بشكل كامل طبيعية الاكاونت. طبيعة الاكاونت متكون مشي alkohol والثالث بتاعت الاكاونت بتكون عاملة لزاي? وامتا لما الاعلان يكون سعره غالي اتحرج. امتى الاعلان لما يكون سعره اا 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 او الاعلان واخد بني اا نتيجة بسيطة او 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 واخد مني اا ريت عالي performance عالية اسيبه واعمل عليه scaling. امتى اعمل تيست وهكذا. البايزكس بتاعت ال ads account اكون فاهمها بشكل كامل. وازاي ان انا اقرأ الاكاونت. اهم من ان انا ازاي create account وبتدي مانج الاكاونت. اي حد ممكن يعمل فيسبوك اكاونت وقدر ان هو يدير الاكاونت وهكذا. بس الاركوم اللي جوة بتاعت. الاكاونت نفسها هي اللي بتفرق. بتفرق في اتخاذ القرارات. بتفرق في حاجات كتير جدا. طيب. الجزء اللي بعد كده من الاساسيات اللي انت لازم تكون فاهمها بشكل كويس جدا جدا. التولز. تمام? التولز. وخلينا قبل ما نقول التولز خلينا نقول. تمام? التولز. هنا الاجزاء اللي بتخليني العميل في كل لحزة. العميل جي من فيسبوك راح الويب سايت. العميل راح من الويب سايت وهي دخل على الجزء بتاع الويب سايت. لا جي من جوجل اد ودخل على الويب سايت. لا المفروض ان انا اشوف الارقام على جوجل هو كام حد عندي على الويب سايت. اه الديتيلز بتاعت الويب سايت هتكون عاملة زي الديتيلز بتاعت آآ الزيارات عاملة زي وهكذا. تمام? طيب المفروض ان انا اشوف ايه تاني? ان انا كمان وان انا اقدر اشتغل على التراكينج. ان انا ازاي اقدر اشوف مثلا جوجل والديتيلز بتاعته وامتى اربطه بالويب سايت. ازاي اربط الفايس بوك? وازاي انا اربط الأجزاء بتاعت جوجل والأجزاء بتاعت جوجل والأمور دي كلها فالجزء التراكينج هو مهم جدا 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 عشان تقدر ان انت تمانيج الشغل بتاعك في الميديا بينج شكل كامل يعني لو انا بشتغل ايدز وفاتح بس الجزء بتاع فيسبوك وبشتغل جوجل بشتغل فيسبوك اكاونز وبتدي عمل اعلانات وخلاص انها بالنسبة لي تماما وبعرفش اعمل تراكينج ومعرفش ان انا اتابع الناس اللي دخلت علي في الويب سايت والناس اللي دخلت ودست قدت كارد او مالة الفورم والأمور دي كلها ازاي ان انا اسيطب حاجة زي هوت جار عشان اشوف رحلة العميل جوه الويب سايت عاملة ازاي? والأمور دي كلها? لأ انا انا المفروض ان انا بكون عارفها المفروض ان انا اكون فهمها بشكل كامل زي هنقول هنا زي جوجل تاج مانجر هنقول زي جوجل اناليتكس فور تمام? هنقول آآ زي مسلا هنا آآ جوجل داتا ستوديو وهكزا. تمام? الامور دي كلها بالنسبة لازم اكون فاهمها واكون عارفها. وازي ان انا اقدر اشتغل على الكلام ده كله. وازي ان انا اقدر احلل الكلام ده كله. هنقول كمان الجزء بتاع التراكينج. خدوا بالكو احنا آآ الاي اويتولز اصلي. خدوا بالكو احنا كل ده ما اتكلمناش في البيزيكس اللي هي علاقة بالريكوارمنت. وهنتكلم فيها دلوقتي. بس انا حبيت اجيب من آآ الحاجات اللي معروفة وبعد كان نخش في الحاجات اللي آآ مش معروفة. تمام? دي من الحاجات اللي بدأنا ندخل بها ونبتدي نشوف بتاعتها ماشية زي. انا ايه التولز اللي انا ممكن استخدمها? ممكن استخدم تولز للكرياتيبز. تمام? ممكن استخدم التولز للاستراتيجي. تمام? الاستراتيجي اللي المفروض اللعب عليها. طيب دول اكتر حاجتين قادر ان انا استخدم فيهم الاي اي اي دلوقتي. الكرياتيبز زي السور والفيديوز وهكذا. بقى في اي 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 تولز كتير جدا تقدر تمانج وتعدل وتزود وتنقص في كل الكرياتيبز اللي انا ممكن اشتغل عليها. الجزء التاني اللي هي علاقة بالاستراتيجيز? زي ان انا استخدم الاي اي اي ان هو يطلع معايا افكار جديدة للستراتيجيز اللي ممكن اشتغل عليها وهكذا. فدول اهم حاجتين واكتر حاجتين دلوقتي بنفوكس عليهم في حتة الاي واستخدامه مع الادز. تمام? ازاي ان انا اقدر اشتغل على الجزء ده وان انا امانج الامور فيه وابتدي ان انا اشتغل عليه اه بشكل كامل وان انا احدد مستوى الناس اللي المفروض اه تساعدني والناس اللي المفروض ما تساعدنيش اه والناس اللي انا استغنى عنها بالتولز والناس اللي انا اه والامور اللي ليها علاقة بشكل كامل بالتولز وزي ان انا استخدم التشات جي بي تي عشان اطلع منه اه كرياتيبز وافكار مختلفة والامور دي كلها تمام? فدي كلها حاجات اه مهمة اه بشكل كبير اه وان انا المفروض ان انا اخلي بالي منها واشتغل عليها والامور دي كلها. فمن الاساسيات ان انا اعرف التولز بتاعت سواء ليه علاقة سواء ليه علاقة سواء ليه علاقة بالكرييتف او والامور دي كلها. فالتولز بالنسبة لي حاجة مهمة جدا جدا. آآ والتولز بتاعت تمام? او هنقول خلينا نقول تمام? تمام? بشكل كامل. تمام? الاجزاء اللي ليه علاقة بالآآ الاجزاء اللي ليه علاقة بالانالتكس بشكل كامل آآ اللي هي بتشمل الجزء بتاع تمام? الجزء بتاع تمام? الجزء كمان بتاع الجزء بتاع تمام? الاجزاء تي كلها لازم انا اكون عامل لها وعرف اشتغل عليها ازاي ان انا اعمل اعرف اعمل بتوعي ازاي ان انا اعرف اعمل ازاي ان انا قادر اشوف آآ بشكل كامل ازاي ان انا قادر اشوف بتاعتي وقدر ان انا اطلع الكيوردز اللي هشتغل عليها والامور اللي انا المفروض هشتغل عليها دي كلها حاجات في الشغل بتاعتي والمفروض ان انا اكون فاهمة بشكل كبير طيب تعالى كده نتكلم بقى في الحاجات اللي انا المفروض اكون عارفها آآ بشكل كامل آآ برا لداشبورد وبرى الانسايتس والامور دي كلها الاجزاء الاساسية اللي انا اكون اعرف اعملها الحاجات اللي هي علاقة بالريكويرمنت تمام الحاجات اللي هي ايه ازاي ان انا اقدر امانيج اقدر امانيج الادز يعني ايه ادز انا لو انا بران ادز مش با عارف اعملها منجمنت فده بالنسبة لي مش هينفع. اعرف اعمل لها management زي ان انا اخد decision في الادز نفسها اللي شغالة. في اعلان شغال. طب هو بيجيب مبيعات. طب انا دل وقت اعمل ايه? هل الحل اللي انا اقفل اعلان ده واعمل اعلان غيره? ولا المفروض ان انا احط budget تانية علشان اوصل لجمهور اعلى? ولا المفروض ان انا اعمل double kate عشان اقدر اعمل scaring وانزل بستراتيجي مختلفة? ولا اخد الكرياتف ده او الصورة او اللي انا عملته وضيفه لي target audience تانين وهكذا. لازم انا اقدر اقوم بعرفة اعمل ده. اقدر ان انا امنج الادز وهكذا. طيب الجزء التاني. تمام? ادارة التين نفسه. ادارة التين بتشمل ايه? بتشمل بتاع الكونتينت. طيب احنا انا من كميجيبير اقدر ادارة التينت انت لازم ان تدير الكوبيز اللي بيجي لك. انا اعمل اعلان والمفروض ان انا طالب معين والسكريبت ده المفروض ان هو يتحط على فيديو عشان ابتده ان انا اراني الادز. لو انت مش قادر تدير بتاع التينت او بتاع الكوبي عشان يقدر يطلع لك مزبوط او مزبوط تقدر تبني عليك فانت بش تعرف ان انت تشتغل ان شغلنا بقى كثير قوي معتمد دايما دايما على الاسكريبت على اليونيك اه اه اللي انت بتطلعها وهكذا. فانت بالنسبة لك دي حاجة اساسية لازم تكون عارفها. هتعرف تدير مين الراجل بتاع الويب سايت? تمام? الراجل بتاع الويب سايت. الراجل بتاع الويب سايت? اساسي اساسي لازم تكون بتعرف تمنج الراجل بتاع الويب سايت. يعني ازاي ان انا اخلي الراجل ده يعمل لي صفحات لاندنج بيتش انا زي ما انا عايزها بالزبط. المفروض فيها مزبوط يكون فيها الفورم. الفورم يكون فيها اسئلة ما تخليش اي عميل يجي يعمل ويمشي. المفروض تكون سريعة وبتسمع معي بشكل مزبوط وهكذا. فانت بالطبيعي تكون عارف تديري الناس دي. وانا بقول لك ده ليه? عشان الخطوة اللي بعدها هقول لك انت الحاجات اللي انت المفروض تكون فاهمها ايه? طيب. الكونتنت والويب سايت. لازم ان تكون عارف تدير الديزاينر. تمام? الراجل بتاع الديزاينر ده لازم ان اكون اعرف اديره بشكل كويس. ازاي ان هو يطلع للكرياتيف زي ما انا عايز بالزبط. زي ما انا شايف اللي معايا. هيقروا الفيديو ده او يشوفوا الصورة دي. ويبتدل ان هما يشوفوا الفيديو دي ويخلوا بالهم منها. ويتعمل لهم في اول اه ثلاث ثواني. الناس دي انا محتاجها تتشد بالطريقة دي. وهكذا. وفي نفس الوقت لازم ان يكون معاك الناس دي محترفة عشان تقدر تطلع لك اللي انت عايز. لو الكونتنت طالع مضروب فالديزاين هيطلع عليها مضروب. لو الويب سايت مضروب فالريق دي الكونتنت والديزاينز المعمولة العميل هيفوش يعمل مش توصل لحاجة. وهكذا. ايه تاني ممكن يكون اه محتاج ان انا عليه في احيانا بكون محتاج الراجل بتاع عشان يزبط لي الويب سايت عشان يكون معالي بتاعتي. يعني بيشتغل معي جزء من الشغل. كنا بنتكلم المرة اللي فاتت عن الشغل بتاع الميديو بينج وازاي ان انا بحدد البودجيت وانا احنا بنشتغل بطريقة خمسة وسبعين خمسة وعشرين من البودجيت. يعني انا المفروض بعتمد على خمسة وسبعين في المية من البودجيت ان هي اتحققها للتورجيت وبعتمد بخمسة وعشرين في المية من الارجانيك على انه حقق للتورجيت. يعني لو انا معايا عشر تلاف جنيه فانا هصرف سبعة تلاف وخمسمائة جنيه وهشيل منهم متين وخمس آآ آآ الفين وخمسمائة وفي نفس الوقت بقيت التورجيت لما انا احقق خمسة وسبعين في المية انا عايز اورجانيك خمسة وعشرين في المية. ودي معادلة بنعملها علشان نقدر نوصل للتورجيت بتاعنا من غير ما نخش في حتة الريسك وان احنا بالنسبة للبودجيت قربة بتخلص واحنا لسا ما وحققناش او ما قفلناش التورجيت بتاعنا. طب عشان يساعدني في الحتة دي حد بيرفكت حسنا نكون الاس اي او موجود عشان نقدر يعلم معايا شغل ايه الاورجاني. طيب انا بقى كميديا بوير المفروض اكون فاهم ايه. والمفروض اكون متعلم ايه وحافظه وشغل عليه بشكل اه كويس. كده اول حاجة اقول لك الجزء بتاع الاستراتيجي. طبعا? الجزء الاستراتيجي مهم جدا جدا جدا. ان انا ازاي دماغي تكون شغلة. نتكلم شوية في الحتة دي عن الراجل بتاع واسلوبه اصلا في التعامل مع الشهر. الراجل بتاع الاسلوب بتاعه في التعامل للشهر ان هو مش حد هو بيشتغل اللي المفروض بيطلع له. يعني انا عندي والمفروض ان انا بشتغلها فانا بكتب اه مسلا هنقوم خمستاشر كونتنف بالنسبة لي. اه الامور كده تمام. لا الامور كده مش تمام خلص. انت كستراتيجي انت المفروض بترنج وتباي وتبوز الادز وتشتغل على افكار مختلفة بشكل دايناميك. بشكل دايناميك ازاي? يعني انا دلوقتي عندي اوديونس اه شافوا الفيديو هنقول الاستراتيجيات المعروفة خمسة وتسعين في المية. طيب هل المفروض ان انا عندي معادلة اساسية عشان استغل الناس دي? لا ما عندش معادلة اساسية. انا المفروض ببتدي انا كميديا بوير افكر باكتر من استراتيجي. طيب انا دلوقتي عندي المفروض ان انا�로 افكرق. فهل المفروض دا اعملها نBSسينجل كابتين. يعني ايه سينجل كامبين? آآ يعني المفروض ان انا بشغل وان اه اا والمفروض ان انا من الوان كامبين دي ببتدي شغل آآ كامبين هنقول هنا بشغل كامبين والكمبين دي المفروض ثانية كده بترم معايا واحدة ادست تمام والمفروض بترم معايا تمام فدي بنقول على ايه بنقول على سينج الكامبين طيب انا عندي عملة شايفوا الفيديو عندي داتا من العملة او عندي مثلا هنقول مثلا هنا او عملة تانين عندي من داتا لست يعني ايه داتا لست يعني انا كنت في ومعايا داتا من العملة انا اشتريت جداد انا كنت شغالة على وجمعت داتا من العملة وهكذا فانا دلوقتي عندي عملة شايفوا من نسبة خمسة وتسعين في المية الفيديو فاورودي هم الناس بشكل دوير وعندي داتا لست لعملة فانا ممكن اشتغل ايه ممكن والله اشتغل سينجل كامبين طيب انا ممكن اشتغل مثلا بطريقة مختلفة تمام بطريقة كامبين مختلفة او سترتجة مختلفة ان انا اعمل ايه والله اشتغل وان كامبين تمام ومن الوان كامبين دي اعمل تلاتة واعمل من التلاتة المفروض ان انا اشتغل على التلاتة هشتغل على تسعة اد تمام والتسعة اد دول لان انا عندي كل اد ست هيكون فيها تلاتة اد طيب انا بقى كواحد شغال ميديا باير ممكن اشتغل الكمبين رقم واحد. تمام? ممكن اشتغل الكمبين رقم اي. هنقول الكمبين رقم اي. اوكي? تمام? هنقول هنا الكمبين رقم اي. ممكن اشتغل الكمبين رقم بي. تمام? فانا كواحد شغال اه المفروض ان انا امشي على بالنسبة لي ان انا اشتغل على اي منهم لأ. انا معنديش انا ممكن في فترة من الفترات اشتغل سينجل الكمبين. وممكن اشتغل آآ كامبين مفتوحة. ممكن اشتغل تمام? آآ ممكن اشتغل آآ بدل البروت اوديانس ممكن اشتغل مثلا آآ كاستم اوديانس. تمام? طيب انا انا بقول لك بقول لك ليه الكلام ده عشان اوريك ان ان انه ان ان انت يا ميديابير طبيعة شغلك مبنية على جزء زي ما احنا بنقول ايه بشكل كبير. جزء استراتيجي اللي هو ازاي انت يعني ما تجيش يعني مسلا معي احد او عرف حد ميديو بير يجي يقول لي طب ها اعمل ايه دلوقتي هو انا مش المفروض اقول لك حتى لو انا عارف هو المفروض ان انت بتبني الاستراتيج بتاعتك وبتيتشتغل عليها يعني ما تجيش تقول لي انا معي data من العملاء 95% ودول شايفوا الفيديوز اللي احنا اشتغلنا عليهم الفترة اللي فاتت فعمل عمل بشكل كويس فاحنا نشتغل بقى التانية التانية ايه طب ثانية واحدة احنا عندنا الكامبين بتسلم كامبين يعني ما ينفعش ان انا اروح الكامبين وخلاص انا خلصتها اروح اعمل نيو كامبين تانية ملاقش علوك بالاولانية انا لازمان بطلع الوجينس اللي من الكامبين الاولانية اللي هم ناس كويسة او ناس already اقدر ان انا استغلوهم واشغلوهم في الكامبين الجديدة يعني انا عندي الوجينس اللي تلعهم ال data دخلتوهم تاني واشتغلت عليهم باوفر جديد وهكذا فالموضوع هو اكتر من انه انا بشتغل باستاندار كيس او ان انا عندي دايما بعمل رون كامبين وحط لها اعلان وحط لها اد واشتاها على ادست وخلاص وانا عملت رون كامبين واشتغلتها ودي طريقتي في الشغل انت اوكي طريقتك في الشغل انا ممكن تكون طريقتي بقى مختلفة هو طريقتهم مختلفة هما طريقتهم مختلفة هي طريقتها مختلفة وهكذا فعشان كده بتاع الميديو بوينج هو مش زي بتاع الكونسنت مش زي بتاع الاسي او هو شخص عنده في الستراتيجيز عنده طرق بيفضل يشتغل عليها وطرق يفضل يمانج فيها عشان يطلع بستراتيجيز مختلفة ويطلع بطريقة شغلة مختلفة قادر ان هو يران عليها ويشتغل عليها ويشتغل على طريقة طريقة مختلفة من تمام طيب اه ممكن يشتغل كل ده ممكن يشتغل واحدة منهم وهكذا ممكن يشتغل طبعا في كتير مختلفة وطرق مختلفة ممكن نخش في اتنين وثلاثين استراتيجي او حاجة بس انت الفكرة بقى في ان انت شخصية الراجل بتاع الميديا بوير وطبيعة شغله لو هو مش شخص لو هو مش شخص عنده استراتيجي في دماغه وقادر ان هو يستراتيجي ويطلع افكار مختلفة ويطلع كرياتيز مختلفة من دماغه ويبتدى ان هو يجنريت ايدياز مختلفة او استراتيجيات مختلفة لكل بلاتفورم فهو مش هينفع مش هيعرف يشتغل لان هلاقي نفسه بيشتغل بطريقة واحدة سابتة والطريقة دي مرة اه قطرة تكرارها معاك هتلاقي نفسك بتفشى فيها مش بتحق فيها اه اي نجاحات خلص تمام فهو الراجل بيشتغل بطريقة استراتيجي ودي حاجة مهمة جدا جدا طيب تعال هنشوف بقى بعد كده ايه علاقته بالراجل بتاع وعلاقته بالراجل بتاع وعلاقته بالراجل بتاع اه الميديا بوينج وهكذا طيب خلينا نقول ان انا عندي اه الراجل بتاع اه خليني هنا ننزل كده بيه واقول لك ان الراجل بتاع الكونتنت تمام انت ايه لقطة كبيرة وهلا انا المفروض اكون فاهم كونتنت انت كميديا بورر لازم انت تكون فاهم ازاي بتجينيريت كونتنت في حين لو بتاع الكونتنت مش موجود طيب اه معظم الناس او في الناس كتير بتي مش هέρوه في الميديا بورينج وبالنسبة لان انا اتكتل كانت دي حاجة مش محببة بالنسبة 所以 لا انا بحب ان انا اشتغل Dolay وابتدي ان انا اطلع اه بافكار مختلفة للكمبين وابتدي ان انا من الكمبين دي اطلع افكار تانية والامور دي كلها. تمام? طيب هل المفروض ان انا اكون فاهم الجزء بتاع اه الكونتنت او انا المفروض اكون فاهم الجزء بتاع الكونتنت عشان اقدر حكم على الكونتنت اللي جايلي ده. هل هو مناسب ولا لا? تعال كده نشوف مثال لو عميل المفروض ان هو كتب المحتوى اه بطريقة غير مناسبة. عندنا الكونتنت بيكون عبارة عن هيدلاين. تمام? لو احنا بنقى بنتكلم في كونتنت تاكست. وغير الهيدلاين عندنا البودي. وعندنا الكونتو اكشن. طب هو الراجل ده جي اكتب لك الكونتنت ما كتبش بالطريقة دي. راح كتب كل حاجة وبالنسبة له ما حطش كونتو اكشن بالنسبة للإعلان فانت قرد دي خدت التاكست زي ما هو ورحت رزعه على الإعلان وبتدي تشتغل. الامور بالنسبة لك هتبقى ضرب. هتبقى مش سليمة خالص. طب احنا دلوقتي عندنا سكريبت. تمام? طب السكريبت ده انا كميتيا بوير انا فاهم ان انا لازم لما يكون عندي سكريبت اكون فاهم كويس جدا جدا ان لازم اعمل قتاش للعميل وان العميل يشوفني في اول اه ويه 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 والعميل آآ ينتبه ليا فاول تلت ثواني. طب هو قريدي ده ما حصلش. او قريدي ده بالنسبة لي مش ده اللي تم. او مش ده اللي المفروض حصل. طب ايه لا يحصل انا الكامبين بتاعتي هتضرب. فقريدي لازم ان احكم عليه. هل هو قادر يطلع سكريبت بشكل مظبوطا لا. طيب هو كتب بفويس تون مختلفة. طيب هو كتب بفويس تون مختلفة. الفويس تون بتاعتي او الفويس تون اللي طلع آآ للعميل مش هي الفويس تون اللي انا مترجيت. انا مترجيت ناس هم آآ طلاب جامعة. فقريدي او حاطت لي بتاعت آآ امهات. فانا قريدي آآ مثلا انا انا بالنسبة لي كده بكون بكلم. هما ملهمش علاقة ملهمش علاقة باللي انا بقوله. يعني او هما بيقولوا حاجة آآ وانا بالنسبة لي لأ انا 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 بمانج حاجة تانية او انا بطلع في موضوع تاني او انا بشتغل في قصة تانية. فوردي بتاع الكونتينت بالنسبة لي هو حد مهم ان انا اكون فاهم الشغل بتاعه. وفي نفس الوقت طبعا في اسباب كتير تانية. وفي نفس الوقت اقدر اكوفر بتاع الكونتينت لو هو مش موجود اقدر ان انا اجنريد ده. طيب. آآ الجزء تاني. لو انا محتاج ان انا اطلع آآ كرياتيفز مختلفة. طيب الكرياتيفز المختلفة هتطلب مني ان انا اقدر امانج الادت بتاعي. ممكن يكون احنا عندنا اد وبنعمل له رون بس آآ والاد موجودة وكل حاجة والآآ والكرياتيف بتاعته موجودة. لكن محتاجين نعمل كده على الكرياتيفز. والراجل بتاع الراجل بتاع آآ مش موجود. او راح في اي حتة. آآ وعندنا مشكلة. طيب هنعمل ايه? انت لازم اتميدي ايدك. وعلى فكرة ده بيحصل. بيحصل كتير. بيحصل ان احنا مبقى شغالين ومحتاجين نعمل ادت. محتاجين ننزل كرياتيفز جديدة. محتاجين وهكزا. آآ فاللي بيحصل كالآآ ان انت لازم ان هتميدي ايدك وتستطيعي تعمل ادت بشكل مبايير. مش بقولك انت تمدي الكرياتيفز بس انت لازم تكون فاهم آآ وتشتغل على ده. يعني تبقى انت تكون فاهم وتقدر ان انت تشتغل على ايه الجزء ده. فهنا هنقول ان احنا محتاجين نعمل ادت. تمام? طبعا فهمنا بقى لما احنا هنطلع كده فوق ونقول ان احنا كان عندنا المفروض ان احنا بنقول ان احنا فاهمين الايه ايتودز عشان نشتغل على الكرياتيفز. فهو ده يجي يدوره هنا. ان انا عندي مشكلة مع بتاع الكرياتيفز فمش قادر يعملها. طيب آآ لو انا عندي ايدت وبتاع الكرياتيفز بيقول لي لأ ده ما ينفعش. آآ هتبقى مش هتعرف مش هننفع ان نعملها. طب اريدي لو انا حد فاهم في في ال ايدت وفاهم في في الفيديو ايدتينج فاهم فوتشوب والامور دي كلها هقدر ان انا اقول له لا تنفع وتتعمل بالطريقة اكس او ممكن ان احنا نعملها بالطريقة آآ معينة عشان نقدر ان احنا نقدس عليها. ففهمك هتقدر ان انت كمان غير ان انت تعمل قدر تقدر تمانج الكلام ده. تمام? فانت هتقدر تمانج زي ما احنا برضو كنا بنقول من الاساسيات ان ان انت تبقى انت عندك آآ تقدر ان انت هتمنج الناس دي كلها. طيب عندنا الويب. الويب سايت ده احنا يعني الورد برس رحمنا منه شوية بان احنا بقينا نشتغل على آآ آآ جهزة وان احنا نحط الكود بتاع مسلا جتي ام وانبتد ان احنا نشتغل. بس دايما دايما في ما بيننا وبينهم مشكلة في ادتس الويب سايت. آآ سرعة الويب سايت في اجزاء في وهكزا. طيب الامور دي بالنسبة لنا المفروض بنحلها فانت المفروض تكون فاهم عشان تقدر تعمل تمام? دي من الحاجات المهمة ويتقدر تعمل في حين ان هو مش موجود. طيب. آآ هل دي حاجة اساسية? حاجة اساسية ان انا نكون فاهم من الويب سايت. ما فيش حد اسمه ما بيقدر ما بيشتغل على حاجة غير الويب سايت. غير الويب سايت. يعني انا لو انا بشتغل او انا مسمية آآ فانا اكيد بشتغل على الابليكيشن وعلى السوشل ميا وعلى الويب سايت. فانا لازم managers اكون بشتغل على الويب سايت. هنقول هنا الجزء الاساس هو ويبسايت يعني ما ينفعش ان انا ادز ازا فيسبوك وخلاص انا بالنسبة تمام. لازم ان اكون ااب كمان اقدر اشتغل اران ااب وي سوشل ميديا. طبعا فدي من الحاجات المهمة اللي انا المفروضة اكون بقدر ان انا استغل عليها. اقدر اشتغل على الويد سايت اقدر اشتغل على الاب اقدر اشتغل على الجزء بتاع السوشل ميديا. فدي حاجات وحاجات مهمة جدا جدا ان انت هتقدر طيب الراجل بتاع الكنتد هكون فاهم كل ده. سوري الراجل بتاع ميديا بويرنج. هكون فاهم كل ده? او هيكون فاهم كل الكلام ده كله. بقدر اشتغل على الكلام ده كله بشكل بسيط جدا. هو قادر يمناج الامور لذلك لذلك بتاع ميديا بويرنج هو اقرب حد يعني لو انا شخص ميديا بوير ومعايا في نفس التيم ومعايا في نفس التيم فانا لو عندي شخصية كويسة انا اكتر واحد قريب لادارة التيم ده او ادارة دي بشكل اساسي. لان انا فاهم بكل اجزاء انا لمعايا بتاع الشغل بشكل كامل وهكزا. فدي كلها حاجات بالنسبة لي اساسية عشان اقدر ان انا اشتغل آآ بشكل اساسي اكون فاهم التولز اكون فاهم الكلام ده كله. اكون فاهم استراتيجيز وإيه ان امورتي كلها. طيب. هنقول آآ الراجل ده في الانيرفيوز بنسبورت معاه في ايه? تمام? او انا لما بيجي اشتغل معاه في الانيرفيوز ببتدي اسبورت في ايه? اول حاجة اللي حققها. تمام? اول حاجة الارقام الحقق في الاعلانات بتاعته عاملة ازاي? او عنده ايه في الاعلانات عمل ارقام ايه? علشان نقدر ان احنا نحكم عليه. حاجة تانية التولز اللي بيشتغلها. والبلاتفورمز. هنقول البلاتفورمز. تمام? اللي هي جوجل اد. تيك توك. سوشال ميديا. فيسبوك. الامور دي كلها. طب انت بتاعف تستخدم تولز ايه? طب انت البلاتفورمز بتاعتك ايه? البرسوناليتي بقى. لازم ان يكون شخصا عنده برسوناليتي. يكون عنده شخصية كوي عشان يقدر يمانج الناس اللي حواليه. يقدر ان هو يعرف ياخد الكرياتيب اللي عايزها. ياخد الكونتينت اللي عايزه. يقدر يشتغل بشكل كويس. مايبقاش قلبه ضعيف. وابتدي اه اه الكمبينة دي لأ هقفلها واعمل واحد تاني. لأ وهكذا لازم عنده اه شخصية شوية. يقدر يشتغل على البلاتفورمز. يقدر يستخدم التولز. يقدر يعرف يشتغل على اه او محاق ار كوم. طب لو حد في البداية مش محاق ار كوم. بيكون اساسي اساسي بالنسبة لي هو يكون فهم البلاتفورمز. ويبتدي يعمل تيست. وبناء على اه شرحه وطريقة فهمه والامورته كلها. بيقدر اه ان احنا اه نشتغل معاه. يكون عنده كمان الجزء بتاع الكريسيز. تمام? يقدر يدير الاجزاء اللي هي محتاجة شخص يقدر يدير. والله انا عندي مشكلة اه الاكاونت يتقفل واتهكر وانا مش عارف عملية. تمام? لا هو لو هو عنده بلان تانية هيقدر ان هو يمانيج دايما هو قادر وحاطت ايده على الحاجة بتاعته قادر ان هو ليعمل بلانز مختلفة حصل عنده اي مشاكل يقدر ان هو يكوفر المشاكل دي. فالدنيا بالنسبة له تمام? ودي حتة في البرسونالتي لازم ان نبقى احنا اه فهمينها بشكل كويس. فهو بيقدر يطلع ارقام كويسة. طيب حاجة تانية الاندوستري. تمام? اللي اشتغل عليها. الاندوستري اللي اشتغل عليها علشان اه اقدر اشوف هل هيقدر اشتغل في نفس الاندوستري اللي احنا محتكينوا فيها وده بقى. ايه الفرق في الاندوستري? الفرق في الاندوستري طريقة الشغل. تمام? لو احنا هنا اتكلمنا عن جزء الاندوستري طريقة الشغل. How to manage your ads in this industry? ازاي هتمنج الاد في الاندوستري دي? ليه بقى? لو احنا اتكلمنا عن بتوع الريال استيت. فهو شغلهم كله ليه علاقة بالليدز. تمام? فهنا هنقول ريال استيت. تمام? هنقول ايكويل ليدز. تمام? فدول دول الناس بتوع ايه? الريال استيت. طيب لو احنا فهنا طريقة الشغل بتختلف. لو احنا قلنا مثلا الناس بتوع الايكومورس. طيب الناس بتوع الايكومورس بيشتغلوا على الاونلاين سيلنج. تمام? هو عنده اساسيات اه اه البيع اونلاين. هو لازم ان يبيع اونلاين. هو تاجر على الاونلاين. تمام? طيب كل اندوستري ما مختلفة عن التانية. طيب لو هنا اقولنا مثلا الراجل بتاع الفارما. تمام? الفارماسوتيكل والحاجات بتاعت الادوية وهكذا. قادر ان هو يمانج. تمام? قادر ان هو يمانج مع البلاتفورمز. اي بلاتفورم بتاعت ادز اللي بتحبش الناس بتاع الفارماسوتيكل. فليهم طريقة معاينة في الصغر. ازاي ان هو يقدر يبني مختلفة علشان يقدر ان هو يمانج الناس يمانج البلاتفورمز وهكذا. فعده بطرق كتير. يعني هو عده بمراحل كتيرة. عده باشخاص كتيرة وهكذا. تمام? فالرجل ده هو هو اشتغل قبل كده. وطلع شغل قبل كده. ومفروض ان هو فاهم في الاندوستري دي. كمان يكون عنده باتجراوند? تمام? عن الاندوستري نفسها. يعني عنده باتجراوند عن الاندوستري. يعني لما اجي مسلا اكلمه في الفارماسوتيكل واقوله مسلا الانجريديينت بتاعت الدواء ده. يبقى فاهم ان انا بقوله يعني ايه اصلا. لما اجي اكلمه في الريال ستيت واقوله ان انا محتاج اه ايه اصلا. لما اجي اكلمه في الاي كوميرس. واقوله انا محتاج اهها معينة. وان الاناليكس الناس بتاعه الابتو كورد علشان يطلع منهم اه نيو اوفر وهكذا. يبقى فاهم انا بتكلمه في ايه. فهو عنده باتجراوند علشان ال 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 بتاعت الشغل. تفاصيل الشغل والسرعة. لان انا هيبقى عندي هنا تايم. انا انا مش هجيب حد. ابتدعوه ده فاهمه يعني ايه ايه اي كوميرس وشغل الاي كوميرس بيبقى مختلف ازاي عن الريال ستيت وااننا محتاجين في الاي كوميرس نبقى عندنا الاكشنز سريعة. غير الريال ستيت انا محتاج ان انا اقلل دايما دايما في الااااا اليد اه ودايما في الفورماسودي كان محتاج أقلل الكاك بتاع العميل وفي الإدوكيشنل أنا محتاج أعمل نيو راوند بقى الكوست وهكذا فهنا بقى بنيجي نقول إيه والله أنا محتاج حد يكونش تغير الست قبل كده ليه؟ عشان هيفرق معي هيفرق معي في طريقة الشغل هيكون معي مختلف هيكون معي أسرع وهكذا تمام ففي الإدوكيشن هنا بنقول هنقول راوند فهو فاهم الراوند وفاهم إزاي يمانج الراجل بتاع السيلز ويفاهمه الراوند دي شغالة على إيه ومحتاج يشتغل إيه وهكذا تمام فلذلك لما تجيب حد ما رايل استيت وشغاله ودكيشن الوضع بتنظر بيقى صعب في الأول عبل ما يتعود على الكوست القليلة وعبل ما يبقى فاهم البرشيز بتحصل إزاي والسيركل بتاعة العميل بتمشي إزاي والأمور دي كلها تمام فلذلك إحنا دايما لما لو إحنا مش شايفين لو إحنا عندنا اتنين وواحد جهة الاندوستري وواحد برا الاندوستري لا أنا بعمل إيه أنا ببتدي أن أنا أشوف اللي جهة الاندوستري وأبتدي أعمله وهو بالنسبة لي بيبقى أقرب لأن أنا في الأول وفي الآخر محتاج أعمل إيه محتاج أن أنا أشتغل على الناس دي وفي أسرع وقت وإن أنا أبتدي أتحرك بشكل سريع عشان أبتدي أشتغل على الأمور دي كلها تمام طيب إحنا كده تقريبا غطينا اللي إحنا كنا بنكلم فيها إزاي ليه بنشتغل مع نازج والاندوستري الحاجات اللي نبص عليها في الاندوستري خليني هنا نقول الاندوستري تمام هنقول غير الاندوستري محتاجين قلنا الواتساب والآب والحاجات اللي أنت بفوت تبقى فاهمها وإيه علاقتك بالناز اللي شغالها حواليك لازم أن تكون فاهم هم بيشتغلوا إيه وإيه طبيعة الشخص بتاع الميديا بوينج وهي كمان الحاجات المفوت يكون فاهمها وفاهم جوز الريكوارمنت وفاهم الستراتيجيز وفاهم يمانيج الآد وفاهم الداشبورت كلها وفاهم إزاي يعمل تراكينج وفاهم التولز والأمور دي وهو شخص فولو أب 24 ساعة والمفروض أن هو يكون عارف الميتريكس ومعه الأدوات الأساسية وطبيعة المجال تمام؟ طيب تمام جدا خلينا نعمل حاجة تانية نبتدي ممكن نفتح المايك ونبتدي نشوف لو حد عند سؤال نبتدي يرفع إيده بويدويا أنا فتحت فتحت المايكين هل تسمعني؟ أي حد سمعني؟ خليني أتشك كده إن فعلا المايك مفتوه هل تسمعيني؟ طيب؟ أصلا؟ أي واي أي واي طيب الحمد لله إن السمعين كباز جدا طيب حد عنده أي سؤال؟ في الحاجات اللي إحنا قلناها أو برا الحاجات اللي إحنا قلناها؟ نا أنا تمام فرحي كان نجامل قوي كده ولا إي؟ إما الناس فهم أهوي إما الناس شمع حاجة دينا ندخل هنا طيب زينة بنت كنت أسألي زينة بفتحة لو أنت تريد أن أعزب الحاجة؟ أيوا أنا مسائل حقيق مسائل نور طيب أنا أنا بس كنت شافة من خليل شرح حضرتك دلوقتي للميديا بوير بوير يعني إن هو ليبل يعني ليبل عالي مش أي حد هيدخله لازم يمر بال يعني يمر بالكونتنت يمر بالسيو لي بعرف يعني إن بيشتغل على ويبسايت إزاي يعني ليبل ده مش هيدخلو أزا جونيور ده ليبل عالي أوي كديجتال ماركتنج صح ولا إيه؟ هو مش هنقول ليبل عالي قوي والمفروض إن هو بيأخذ حاجات دي مع الوقت وإن هو بيشتغل بشكل دايم يعني 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 مش مش هو مش جاست أنا أنا دخلت المجال فأنا زي بتاع الكنتنت زي ما قلت في الأول إن أنا بكمل في المجال وخلاص لأ أنا أنا عندي بلان بمشيها أزا ميديا بوير علشان أنا بالنسبة لي لازم نحقق لازم نحقق نتيجة معينة أنا محتاج أوصل لها مش بس بشتغل وخلاص يعني أنا مش مش بشتغل من أجل من أجل إن أنا بشتغل أو اللي هو أنا مش بشتغل بحيث إن هو إيه أنا بشتغل وخلصت شغل فأنا خلصت لا هو فعلياً وضعه بيكون مختلف طريقة الشغل هو دايماً بيعمل فلو أب دايماً بيتابع الكامبين دايماً ممكن يقدر على الكامبين دايماً هو بيقدر يمانج يقدر يمانج الناس اللي حواليه دايماً ليه كونكشنز مع كل الناس اللي حواليه عشان هو مش هيقدر يرن آد من غير بتاع الكنتنت مش هيقدر يرن آد من غير ما يكون عنده كرياتيبز شغال عليها مش هيقدر يرن آد في أغلب الأوقات من غير ما يكون فيه ويب سايت سليم عشان ياخد عملاً وضاف يقدر يشتغل عليهم فهو أحد يعني إيه بياخد إكسيبيريانس من كل حتة وهو شغال وبيفضل يقدر وهكذا بلغس إن هو كمان في الأوقات الصعبة بيشتغل أزا تيم بيشتغل أزا تيم أو بيشتغل مع تيم بشكل كامل عشان يقدر يطلع اللي هو محتاجه مش بس هو بيشتغل وخلاص أو هو بحد عادي بشغل وخلاص لأ الوضع بنسباله فعلاً بيكون مختلف بس مش لازم يبتدي من تاني سليمة أو رابع سليمة هو بيخدها واحدة واحدة لكن بشكل أسرع يعني هو خطواته لازم تكون سريعة تمام؟ مش يعني كده إن مثلاً في شركات بتشغل مثلاً واحد ميديا بوير هتستغنى عن الاس اي او والكونتنكت الكرياتر وكده لا 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 في هنا حاجة أنا مش قصدي في كل ده إن هو بيشتغل كل الكلام ده مع بعضه مستحيل إن هو يشتغل كل الكلام ده مع بعضه هو ممكن يكوفر هو بيكوفر داخل عليا فوجي النهاردة روحت الشهر لقيت بتاع الكونتنت آآ وأنا كنت عايز أعدد على كونتنت بس تعالى كونتنت أجازق غاب آآ حصل له ظرف فأنا أجيد مش هفضل قاعد بيستني فبكوفر لي وبابتدي أنا أسلك نفسي وبابتدي أشتغل وباشتغل صح ولما ييجي هو بيشتغل بطاقته بكاملة يعني أنا ممكن أكون فاهم عشان أشتغل بطاقة عشرين في المية في وقت الزناقات إنما مش هقدرقف إنما وانس إن في حد كونتنت خلاص بيشتغل الكونتنت بلقص على فكرة كمان إن 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 في هنا حاجة إن معظم البلاتفورم بيشتغل حاجة اسمعها دايناميك تمام دايناميك دي إيه أنا أنا بشتغل دايناميك آد أنا هنا عندي آآ عندي كل إعلان مش بطلع له بس آآ piece of content أو piece of copy واحدة لأنا ممكن أطلع له equal 9 يعني إيه 9 يعني إنت طلعت لي آآ إعلان فالإعلان ده أو إنت كتبت لي إعلان فالإعلان ده المفروض إنها بكتب لك headline زي ما إحنا كنا كنا بنقول مثلا فوق إننا بكتب headline فلأ دلوقتي جوجل آد مثلا في search بيقول بيقول إيه اكتبي أكتر من headline عشان يقدر يكوفر أكتر من title آآ ويقدر يعرض على أكتر من title على أكتر من عميل عشان يتستعني اللي يقدر العميل بياخد عليها action فهنا أنا كميديا بوير لازم أن أكون فاهم الكيووردس اللي مكتوبة إيه اللي متناسب معاها في الأولوجريزم علشان نقدر أمانيج عليها الheadlines فأحيانا ما ينفعش أعدي التلاتين أنا مثلا جيبت على الcontent وقلت له كتب لي headlines كتب الheadlines بس أنا عندي فيه titles ما ينفعش تعدي تسعين حرف بما فيهم ال space و30 حرف فهنا هي جيبت على الcontent يقول لي قد عادي أنا كتبت لك هوا بس كتب لي 35 36 طيب ما هذا مش هينفع فأنا لازم أن أكون فاهم content عشان أقدر أمانيج الcontent اللي كتبه وأقدر أيدت عليه لحد ده ما وصل للرقم اللي أنا عايزه أو بردله تاني الcontent ويبتدي هو يعيد عليه فأنا لازم أن أكون فاهم طبيعة طبيعة الشغل معاه لازم أن أقدر أمانيج ده إنما ما ينفعش أفضل قاعد مستني بتاع الcontent لما يحن علي ويكتب لي الcontent في حين أنه هو مش موجود أو هو أجازة مش أفضل مستني بتاع الويب يفضل يعقول لي ده ما ينفعش وما أكثرهم بتاع الويب سايت أو التك لما أجأ أقول له على أيدت يقول لي منين لا ما أعرفش عاملها إزاي لا هي كده مظبوطة لا هي مش كده أنا فاهم أنا بقول لك دي بتتعامل واحدين تلاتة أربعة وأقدر أن أنا مانيج معاه وأيدت معاه مثلا أنا دخلت على ويب سايت زي ده مثلا فهو لما أنا طلبت ودي شفتها في شركات كديدة بتاعملها مع بتاع الميتجاباير بتاع الميتجاباير بييجي يطلب إيه؟ يقول له أنا عايز الداشبورد عشان أبتدأ أشتغل عليه فيروح حطه جوه الداشبورد بس ما يدلوش كل الصلاحيات ييجي بتاع الميتجاباير عشان يشتغل يلاقي نفسه أنا عايز أضيف الكود ده أضيفه فريم فيفضل يلف حوالي النفسه إنما لو فاهم شوية يعني لو فاهم اتنين في المية من شغل الداشبورد أول ما يخش الداشبورد هيقول له أنا محتاج صلاحيات أكبر من كده محتاج صلاحيات أدمن عشان أقدر أشتغل نيجي بتاع الويب ديفولبر يقولك لا 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 أنا أخاف على الويب سايت وديني هتبعد وديني هتضرب ومش أعرف إيه في حين لا أنا فاهم مش محتاجي إن أنا بتقعد تعمل الحدوطة اللي أنت بتعملها دي تمام؟ فعشان أقدر أمانيج بقى زي ما كنا بقولك من شوية هيقدر يمانيج التيم ويقدر يمانيج الناس اللي معاه ويقدر يمانيج ده فلازم أن يكون فاهم الكلام ده عشان يقدر يمانيج يقدر إن هو يعمل edit وهكذا يعني مع الوقت بتاع الويب ديفول بيلاقي نفسه وهو أصلا بيعمل editing في حين إن شغل الورد بريس مثلا مش محتاج هو لو مجرد experience عد عليها مرة والتانية فلاصل الموضوع بالنسبة له انتهى وهكذا حتة الcontent هو لو دماغه إن هو يكتب content لا خلاص هيكتب content وهكذا وبيعتمد برضو على طريقة الضغط في الشغل عليه يعني هو بيرن اد في اي كوميرس معه تلات اربعة ويب سايت وعليهم كذا منتج فهو مش هيقدر يعمل كل ده فلازم أن يكون حد بتاع content موجود وكذلك طبعا ينطبكي الكلام على الويب developer وهي على الشخص بتاع الكريات دي تمام؟ يعني أنا مع الوقت لازم أبقى فهمة في التخصصات دي كلها عشان عدر بعد كده أوصل لليفل الماناجر صح؟ او بالزبط لان انا كمان لما هبقى في ليفل الماناجر أنا بتاع الcontent لازم أن أديله approve على الcontent عشان الcontent ينزل على البيديز أو ينزل على الويب سايت أو البيل بورد أو اي 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 كان فهتديله approve على حاجة انا مش فهمها مش هينفع تمام تمام؟ شكراك فهم ليسي عني شباب او تفضل هو ازاي افهم بقى موضوع الـ content creation والـ SEO كده افهم ازاي مثلا خص على الانترنت افهم ولا خصوصات والله تيجي بالخبرة اوكي احنا كنا بنتكلم الجمعة اللي فاتت على نفس الموضوع ده بالزغط فهو موجود على يوتيوب الجمعة اللي فاتت كنا بنتكلم زي ما احنا نرد بنتكلم ازاي how to learn او تبقى media buyer والتكاد انت محتاج تعرفها و with the growth is ازاي كنا بنكلم الجمعة اللي فاتت على content ارجع للويبسايت sorry ارجع للويبسايت او هتلاقي عليه او ارجع على اليوتيوب بس خلينا اقولك برضو totally الموضوع دي مشل زي انت ك content انت كنا بنتكلم في حتة content على ان انت لازم تكون بتعرف تطلع بتاع الحاجة اللي انت بتكتب عنها بشكل كامل whatever هي كانت ايه ايا كانت هي ايه هتعرف تكتب عنها for example ممكن اكتب كتاب ممكن اكتب script video ممكن اكتب ui script او ويبسايت ui ممكن اكتب social media posts ممكن اكتب articles ازاي ان انا اعرف اكتب english writing وهكذا طب همشي بقى ده ازاي او الways ايه طيب همشي ده ازاي خلينا نعمل بميك للناس همشي ده ازاي هو المفروض ان انا ببتدي اتعلم الكتابة نفسها واسقف نفسي بشكل professional ان انا دايما دايما نكون عندي الثقافة بتاعت الحاجة ان انا بكتب عليها دي اول نقطة تاني نقطة لازم انا اتعلم الفرق والفرقات ما بين طرق الكتابة ايه طريقة الكتابة دي وطريقة الكتابة دي وطريقة الكتابة دي اتعلم الفويس تون الفرينديلي والبروفيشنل وهكذا ثالث حاجة ابتدي اتعلم التولز نفسها ازاي اكتب على الايميل موركتينج تمام ازاي ان انا اكتب في البوست ازاي انا اكتب في تويتر وفيسبوك الفرق ما بينهم حاجة بعد كده لازم اعرف الاورجرازم بتاعت السوشيال ميديا والديشتال موركتينج لو انا هكتب ازا ديشتال موركتينج حاجة بعد كده ابتدي اتعلم الكتابة بطرق مختلفة والتيب سوف رايتنج بشكل مفصل ازاي ما قلنا من شوية ازاي اكتب كتاب اكتب ملخص اكتب مقالة اكتب سكريبت اكتب خبر صحفي الكلام ده كله وبتدي اخدهم step by step وبتدي اتعلم حاجة ورا حاجة وايه الحاجات اللي انا محتاجها بشكل اساسي وبتدي اشتغل عليها step by step واحدة ورا واحدة حدا ما انا ببقى اعرف اكتب بشكل كامل يعني ده طبعا يعني especially للناس اللي بتتكلم في مجال الكونتنت وازاي ما قلتلك ارجع لليوتيوب هتلاقي عليه الجمعة اللي فاتت او الميتوب اللي فات اا كنا ملتكلم عن الجزء ده فهتلاقي بقى تفاصيل التفاصيل يعني حسنا عندي بس سؤال هو ازاي انا يعني مسلا اكريت ستراتيجي وانا كابي جنب مسلا في مجال زي الاكترونيكس اا مجال زي افلا يعني مسلا ازاي اعمل ستراتيجي مسلا للابتوب ازاي بيع لابتوب كده ازاي يعمل ستراتيجي لمجال في الالكترونيكس طيب بص اينا اقولك على حاجة بس مهمة الاول احنا برضو كنا بلكلمة قبل كده على ستراتيجي وبنتقدر برضو ترجع لها على ستراتيجي اا فميتوب الاهم حاجة في حتة الستراتيجي ان انا ما نفعش ان انا اقول عايز اعمل ستراتيجي وخلاص طيب احنا قلنا ان احنا عندنا في موضوع ستراتيجيز وموضوع تمام عندنا لازم انا اخلي ملي منها ولما اجي اسأل على حاجة زي كده اكون فاهم انا بسأل على ايه بشكل محدد هل انا عايز اعمل ستراتيجي تمام ولا انا عايز اعمل سوشال ميديا ستراتيجي ولا انا عايز اعمل ماركتينج ستراتيجي ولا انا عايز اعمل ميديا ستراتيجي انا عايز اعمل ستراتيجي لي ايه ده اول سؤال تمام طيب اده تاني سؤال بالنسبة لي بيكون ايه بيكون ايه المين اوبجيكتف لده يعني أنا عايز أعمل استراتيجي آآ آآ تمام بعد أن ما أنا عرفت إيه الاستراتيجي اللي أنا محتاج أعملها إيه الابجيكتف أصلاً اللي أنا عايز أطلع عليها يعني إيه اللي أنا عايز أطلع عليها يعني إيه اللي أنا عايز أوصله إيه اللي أنا عايز أعمل استراتيجي عشان محتاج أوصل لإيه وبناء أنا ده بيتحط الأسئلة وبتدي أبني الاستراتيجي بناء على الطيبسوف استراتيجي النوع الاستراتيجي اللي أنا عايز أطنيها والمعالم بتاعة الاستراتيج بالمناسبة هي مش استاندر يعني انا ممكن اعمل استراتيجي يكون فيها بعض النقط مش موجودة في ماركتينج استراتيجي تانية تعالي انا اخد مثال لو انا بعمل ماركتينج استراتيجي لشركة انترناشنال هيبقى مختلف عن انا بعمل استراتيجي لستارتوب هيبقى مختلف عن انا بعمل ماركتينج استراتيجي لسمال بزنس غير لشركة هي ما عندهاش اصلا الوبجيكتف وعندها بيزنس موديل غير لشركة عندها بيزنس موديل غير لشركة هي شغالة اونلاين ووفلاين غير لشركة هي موجودة على الارض بس مش شغالة اونلاين فالموضوع واسع جدا لازم نكون سبسيفك علشان اقدر اوصل للي انا عايزه فخلاني بقى نسألك انا بقى السؤال اللي يختصر ده انت بحتاج تعمل اللي استراتجي للايه? اوصل لكي بالليه. تاني انا كنت بشرح ايه. يعني انت بحتاج تعمل السراتجي لل ماركتنج ولا للدجيطال ماركتنج ولا السوشال ميديا اوصلتك اوصلتك يعني ايه انت بحتاج بقى التعمل السراتجي للايه? هو ميديا بوينج هو uplift. انت لازم ان تكون محدد وعرفت عايز ايه. طيب ميديا بوينج انا بكلم في ميديا بوينج ستراتيجي. صح? طيب قبل ما بخش في الميديا باينج استراتيجي بكون محدد في الأساس البيزنس ايه بالزبط هل البيزنس اوبجيكتف عايز يبيع ولا عايز يعمل ويعمل ري براندين ولا عايز يعمل ايه بالزبط دي من الحاجات الأساسية والمهمة اللي لازم نخلي بالي منها عشان أقدر ابني الميديا باينج استراتيجي بتاعتي وهل الانالوتيكس بتاعتي ماشي ازاي يعني تعالى كده ناخد جزء او اقول لك على حاجة أساسية لما باجي اشتغل على الجزء ده لازم بيكون معايا حاجات اسمها requirement requirement دي اللي حكنا نتكلم عنها مش شوية أهلا البزنس ده ايه الأساسيات اللي فيه هو بيبيع منتجات عاملة لزاي وفيه أساسيات لازم نخلي بالي منها واشتغل عليها قبل ما دب بيدي في أي حاجة والحاجة دي هي أساسية على فكرة لو فكرنا فيها لقينا ان احنا في أي حاجة في الموركتينج احنا بنستعمل الثلاث خطوات دون اول حاجة تمام تمام تاني حاجة تالت حاجة بالنسبة لي تمام الانانسيز أصلا عشان نفهم الوضع عامل ازاي قبل ما بتدي في الميديا بوينج الانانسيز دي بتقول ايه الناس دي عندها بزنس مودل ولا لأ عارفين هم يعملوا ايه ولا لأ الريكوير من تبتاعتهم ايه عندهم فيزا يشتغلوا بيها عندهم اكاونت يشتغلوا بيه عندهم تارجيت اوديانس محدد عندهم الامور دي كلها ولا لأ الستراتيجي بتاعتي فيها ايه هل انا الستراتيجي بتاعتي ان انا ابيع ولا ان انا اشتغل براندينج ولا ايه بالزفر بعد كينا بتدعم الاكشن برضو هتلاقي فيه ميتوب وبنصحك جدا جدا فيها انت برضو تشوفه عن الميديا بوينج استراتيجي وميديا بوينج بلان على اليوتيوب او هتلاقيه على الويبسايت موجود هنا وهنا فيها شرح كافي ثلاث ساعات للموضوع ده ساعتين او ثلاث ساعات للموضوع ده اجمالا step by step خطوة بخطوة ازاي ان انت اا تعمل ده بشكل بشكل كامل وممكن كمان ابعت لك التمبلت اللي احنا فينشرحين عليها بحيث ان انت تطبق عليها step by step يعني وفيه كمان منها بودكاست لو انت عايز تسمعه في اي وقت يعني لو انت ما عندكش وقت تمام تمام ميت شكرا لا عفو بس يعني ما تنساش ان انت تحدد الابجكتب زي ما قلتلك والبزنس نيبز نفسه وتمشى على التلت خطوات دول عشان تقدر يعني تحدد بالذات انت انت محتاج ايه تحديدا يعني او محتاج اه توصل لايه تمام تمام اه فيه حد تاني كان اه بيس hell او حد تاني كان عنده حاجة عايز يسئل عليك degree مسير الخير يا محمود بازاك يو استاذ وليد عامل ايه لان الله يبارك لك يا رب انا واحد من الناس اللي حضرت لك محاضرة كانت لطيفة واصلوبك في الشر من الحاجات الطيبة اللي الواحد بيقدر يستوعد منها فده شيء جاي احييك عليك بداية نقطة تانية اتكلم ازاي اوصل لسورس للستراتيجيز في الميديا باينج والديجيتال وما الى ذلك سورس هل هناك مصادرة معينة اقدر استفيد منها من استراتيجية تقدر تساعد الناس اللي شغالين في الميديا باير معنا اه تمام اقول لحضرتك حاجة عشان نبقى اطميم هل سورس دي تقص حضرتك تامبلتس امتى تبتدي هما يشوفوها ونبتدي تطبعوا عليها ولا كيسيز تانية يقدروا ان هما يشوفوها ولا استراتيجيز كيسيز و استراتيجيز طيب حتة الكيسيز هي على يوتيوب في اجانب كتير جدا بيتكلموا في الحتة دي ويشرحوا كيسيز كتير لكن هقول لحضرتك على حاجة الكيسيز دايما او الكيسيز دايما بتبقى مش كاملة يعني ايه مش كاملة يعني ممكن يقول والله زي ما بنشوف مثلا شباب بتنزل على فيس بوك او كده انا ازاي انا باعة تلتمية الف ومش عارف ايه والارقام دي كلها الكيسيز دي مش دايما بتبقى كاملة ومش دايما محاورها تقدر ان هي تقدر تطلع منها بحاجة تستفيد بيها من وجهة ناظري الشخصية يعني لان في هنا معايير 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 مختلفة عند كل اكاونت وكل بيزنس يعني انا ممكن اشتغل نفس الكيس دي وابتدي ابص عليها لكن لما هاجه اشتغلها هتطلع النتائجة مختلفة تماما على اللي طلعت عند حد تاني فهي زي ما كنا بنقول كده في الاول بوا اه اه بنقول ايه هو المجال في اول حاجة خالص اتكلمنا فيها وقلناها ان طبيعة المجال هو استراتيجيك جدا المجال استراتيجيك يعني على حسب الاستراتيجية اللي بتبنيها وبتعمل عليها تست بتبتدي اشتغل طب الصح ايه ان انا ابتدي اطلع افطار ايدياس تمام اه استراتيجي تتماشى مع الاندستري بتاعت تتماشى مع الاندستري طيب النكستber بتاعتني ابقى احمل ايه بعمل تست تمام النكستب اللي بعدها ابتدي اعمل سكيلي. يعني ايه? يعني ايه? بعمل ايه? ببتدي ان انا اطلع بافكار مختلفة. تمام? على حسب. وطبعا في فيه استراتجيز اساسية زي زي اللي احنا عارفينها اللي هي ان انا زي مسلا ما قلنا مسلا من شوية كده فوق. احنا ممكن نعمل ايه? ممكن نعمل سنجل كامبين. هي كامبين واحدة وابتدي اشتغل منها ادز وهكذا. اه. ممكن اعمل كامبين فيها اكتر من من وطلع منها اكتر من ادو هكذا. فدي استراتجيز اساسية بنعمل عليها تيست. وابنبتدي ان احنا نبص عليها. طيب بعد ما طلع الاستراتجيز ببتدي اعمل عليها تيست. والاستراتجيز نجحة بعمل عليها على فكرة كل الشغل كده يعني لو انا معايا اندوستري او مجال اه شغال فيه كل كامبين بعملها بيبقى اولها تيست واخيرها سكيلنج. لو تست. ايه? مفيش حاجة سابطة مفيش استراتيجي سابطة. المجال بتاع الميديا باينج هو مفهوش ستاندر خالص. مفهوش. بيشتغل عليها. اه لازم اللي بيشتغل يكون كرييتف ودماغه شغالة وصحية. انا طب ما احنا احنا نازلين مثلا زي ما قلنا كنا مش عام شوانا احنا احنا نازلين ايفنت. اه طيب حلو جدا. نعمل كوليكت للداتا وناخد الداتا دي نشتغلها واتساب كامبين وبعد ونبعت لهم العروض وهكزا. ممكن بعد كده ناخد الداتا دي ونحطوهم اه في الفيسبوك ونبتدي يعني نشتغل عليها كاستوم اوديينس. طب لما نشتغل عليهم كاستوم اوديينس ونكحوا ناخد منهم ونشتغل لوكالايك. طب هات لوكالايك ونشتغل لوكالايك دول نطلع منهم على جديد. طيب نبتدي بقى نشوف الناس اللي راحت في دي. ودخلت وعملت وما اشتريتش. نبتدي ان احنا نطلع بيهم بوفر مختلف. طب والناس اللي اشتريت نجيهم المنتج المكمل لي وهكزا. هيبتبقى افكار. طبعا بنقعد نفكر العميل ازاي ان احنا نقعد نلف له يميل ونلف له الشمال ونحوط من كل حت عشان انه وصل. بلاص ان احنا يكون عندنا كرياتيف ناجح. يعني ايه كرياتيف ناجح? ان انا اطلع افكار للكرياتيف ناجحة. لو انا طلعت ممكن دي زاين لصورة. هو يطلع او او الشركة للسماء. لانه كان كرياتيف زي مسلا اخر كرياتيف شايفينه بتاع اه الشاي اللي هو مع نضرة افكار. اه اه بالزبط. هيدي فكرة ايه كرياتيف? فكرياتيف قدر انه اشتغل عليها صح? فطلع عمل بومي وهكزا. فبنفضل بقى نشتغل step by step step by step لحد اما نطلع مرة بكرياتيف ناجحة ومرة بكرياتيف مش ناجحة. فالموضوع معتمد على التاست والسكيلين والتاست والسكيلين. انسوا قم بقى. عزيم جدا. عزيم جدا. بارك الله فيك يا محمود تسلم لزوءك. الله يحفظك. الله يبارك لك. شوفنا جزيلا. اه اوكي تمام. اه في حد تاني عنده اي سؤال قبل من من الكلوزن هاردة? اه مين تاني? خلينا نشوف. طيب. اوكي. اه عموما يعني مصد النهاردة معاكم. وان شاء الله ان شاء الله الميتب كامل ان شاء الله هيكون موجود على يوتيوب عشان الناس اللي دخلت متأخر او الناس اللي جهت متأخر او الناس شافت اللايف بتاع الكويتشنز بس. هيكون ان شاء الله موجود على يوتيوب بحيس الناس اللي عايزة ترجع تفتكر حاجة الناس اللي عايزة تستفاد حاجة الناس اللي عايزة ترجع من الاول. اه وان شاء الله بازن الله. اه باسمعش. اه قول معاك يا محمد. عنا باسمعش خاص سؤال. ازاي احسب البودجة داتنا فساعة. مش مرفوض بالكاك طايمز الابجكتبز اللي احنا محتاجنا. مثلا انا عايزة بيع ميت بيع مثلا لبراودكت مثلا. مش مرفوض احسب الكاك طايمز الامر براودكتس اللي محتاجها. او بس. هقولك هقولك على حاجة. انا لما بيجي احسب التكلفة. تمام? انا اما بحسب التكلفة على الكتلة. او بحسب التكلفة بالشهر. او بحسب التكلفة بالوحدة. تمام? ولما بيجي في الاول بعملها ازاي? بعملها يا اما على الهدف بالنسبة لي. الهدف ده بيكون equal. الهدف بيكون equal ايه? يا اما عدد عدد مبيعات او عدد طبعا لو انا عندي منتج واحد. او عدد عملة او عدد عملة. او عدد او عدد او دخل. تمام? وبالنسبة لي ببتدى حسابها على خسب الاستراتيجي. طيب انا لسه في البداية ومعرفش الكلام ده او ما بعرفش عامل ايه. بنبتد نمشي على نفس الطريقة احنا بنعمل تيست. وبواعد التيست بنعمل ايه? اللي بنحدد ايه? بتاعنا وبنحدد الميزانية بشكل كامل. طيب انا دلوقتي عندي اا لسه في البداية. فخلاص انت بتاعتك اللي نقدر نطلعه لك شهرية ستة لاف جنيه. حلو جدا. بتاعتك نعمل تيست. وبتاعتك نشوف الستة لاف جنيه وبيحقق اول المكان. طب انا هدفي ان انا ابيع مية قطعة. طيب احنا عملنا تيست ولقنا ان القطعة بتكلفنا عشان نبيعها كموركتينج عشرة جنيه. طيب فاحنا هندرب العشرة جنيه في الستين قطعة اللي احنا محددينه ونبتد نحط ميزانية اعلى بنسبة عشرين في المية من اللي احنا المفروض نستهدفينها. ولما بنيجي نشتغل بنقلل العشرين في المية دول ونخلي ارجانيك زي ما كنا بنحسب قبل كده. تمام? طيب انا محتاج لسه مش عارفة حط ميزانية في الاعلان قد ايه? بتسيبها مفتوحة. بتسيبها باي دفولت للالالجرزم وتبتدي تمارج معاك على حسب السوق. المنافس بتاعك حطت كام والمنافس اللي تحتيك المنافس اللي تحتيك حطت كام وتبتدي تشتغل على هزا الاساس. تمام? في اما انا بحسب بالكتلة انا انا نجايد بضاعة بمئة الف. وحط عليها موركتينج عشرين الف. فانا عندي توتالي مية وعشرين الف. عايز ابيع بمية وخمسين الف عشان اكسب تلاتين الف. ده 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 بالكتلة. بودجت. انا بالنسبة لي ده تكلفة وعايز احقق منها ده. وابتدي انا كميديا باير اشوف انا افضل استراتيجي واني افضل بلادفور وانا انا ابتدي اكستمايز البودجت دي على هزا الاساس. او انا عندي بودجت بالشهر زي ما انا عندي بالوحدة. انا سعر الكتعة مكلفني عشرة جنيه والمفروض ان انا احط على كل قطعة موركتينج او او ميجا باينج او ميجا بلاينج بالنسبة لي خمسة جنيه. باوردي توتال كوست بتاعي خمستاشر جنيه وانا هبيع الكتعة الواحدة عشان السوق بيباعة بعشرين جنيه انا هباحها بتسعتاشر جنيه عشان اكسب اربعة اربعة جنيه. فانا بالنسبة لي كل وحدة لازم نطلعها اصرف عليها خمسة جنيه لازم ندخل للشركة بالنسبة لي 19 جنيه اللي 4 جنيه المكسب وال5 جنيه بتاع الموركتينج وال10 جنيه اللي هما الكوست تمام تمام خلاص شكرا تمام جدا اوكي ده شيء روح تمام نحن نكركم ان شاء الله يوم الجمعة الجاية وان شاء الله الميتوب ده ان شاء الله يكون على يوتيوب عشان الناس اللي فاتها الميتوب ده واشوفكم على خير وتزوها لخير شكرا سلام عليكم